في مثل هذا الشهر من عام 2015 صادقت لجنة التراث العالمي على قرار تسجيل موقع عماد السيد المنزيع المغتص على لائحة التراث العالمي باعتبار أن الموقع من أقدس المواقع المسيحية في العالم وأتى هذا القرار تتويجا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لبذل كل الجهود الحفاظ على الموقع وتعظيم قيمته الدينية والتاريخية عالميا ومن أجل دعم ثقافة وتراث الوئام بين الأديان كونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد المسيح على يدي يحنى المعمدان ونظراً لاعتماد معظم الكنائس المسيحية في العالم من موقع المغتص كموقع عماد السيد المسيح وافق الأردن على طلب 11 طائفة لبناء كنائس لها في الموقع الأمر الذي ساهم إيجابياً بتسجيل الموقع على لائحة التراث العالمي